إلى أين تتجه الأمور في قطاع غزة؟ تصريحات الإسرائيلية تتحدث عن توسيع دائرة الرد العنيف والمفرط هل نحن نتحدث هنا عن حرب نفسية والمأمول وما يجري من تحت الطاولة وشيء آخر؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين نحن إزاء سيناريوهات متعددة في البداية إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا العدوان الإسرائيلي الذي بدأته بعملية نوعية كما قالت كانت تهدف إلى جملة من الأهداف تم إفشالها وتم اقتناص قائد هذه العملية قو قنصه وقتله ثم إصابته وبالتالي هناك فشل إسرائيلي وفي المقابل جرى هناك تضحيات جسيمة من الفلسطينيين لغاية الآن هناك 13 شهيد والعشرات من الإصابات ولكن نحن إزاء سيناريوهات متعددة السيناريو الأول هو استمرار حالة الاستنزاف بحكمة وفق قواعد التدرج سواء من طرف المقاومة الفلسطينية التي تثبت ذاتها لأول مرة وتقدم أداء مختلف عن كل مرة أداء واثق أكثر حكمة بما يسمح أيضا للوسطاء أن يتدخلوا وبالمقابل هناك ردود وإن كانت مفرطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي في ضرب الفضائية الأقصى وضرب المنازل والمشاة السكنية ومن ثم استهداف المواطنين الأبرياء في مخالف واضح على كل قواعد القانون الدولي وفي ارتكاب وجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب السيناريو الثاني هو استمرار حالة الاستنزاف والذي ربما يدفع في حالة التطورات الميدان إلى تصعيد وهذا التصعيد قد يكون غير محسوب وخاصة في ظل الاستعداد لكل الاحتمالات أما عن حرب برية فهذا متوقع أن يكون خيار أخير ولكنه خيار غير قائم بتقديري لأعتبارات كثيرة قطاع غزة لأن يكون نزها في ظل الاعتبارات التي بات يدركها الاحتلال بأن المقاومة جاهزة ومستعدة بحدود أن تكون لألا تسمح للاحتلال بأن يكون مروره إلى قطاع غزة مرور نزها وبالتالي سيتفع كل في كبيرة وصاروخ الكورنيت كان واضحا إمكانات واستعدادات المقاومة واضحة أخرى السيناريو الثالث هو التهدئ وهذا سيناريو قريب ربما نكون إزاؤه لأننا إزاء عملية تصعيد أعلى من كل مرة ولكنها أقل من عدوان أو أقل من حرب وبالتالي هذا الأمر ربما يسمح وفق منطق التدرج بدخول أو استمرار جهود الوسطاء في الوصول إلى إعادة الهدوء الميداني أو إلى معادلة التهدئة بما يفتح مجال إلى عودة الأمور كما كانت عليه ولكن كنا ولازمنا إزاء تخوفات حقيقية بأن ينزلق هذا المشهد لم يكن قد انزلق إلى مستوى تصعيد أكبر أو عدوان إسرائيلي مفتوح على قطاع غزة سيدفع ثمن المدنيين وخاصة أن إسرائيل متحلل من كل التزامات ومن التزامات القانون الدولي وتحضر بمساند أمريكي ودعم عسكري ومالي وخاصة فضل حكومة ترامب ولذلك هذا الأمر يستدعي تحركا وهذه التحركات الدولية ربما سمعت إلى مراسلنا في القدس أحمد البديري كان يتحدث عن مصادر في الأمم المتحدة أو في المجموعة الأممية تؤكد استمرار هذه التواصلات على أعلى المستويات من أجل الوصول إلى تهدي أيضا الجهود المصرية ولكن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن وقف أي اتصالات أو بوقف أطلاق النار هل نحن ربما أمام قرار واضح من نتينياهو وحكومته المصغرة الكابينيت الذي أنهى اجتماعه قبل قليل بالتصعيد والوصول إلى ما هو أبعد من ما يجري الآن قراءة للمشهد الإسرائيلي وفي ظل التباينات الحكومية وفي ظل اقتراب مشهد الانتخابات تجعل الفلسطينيين يجب أن يخذوا على درجات الحضر وخاصة أن العملية تمت في ظل معادلة هدوء وإسرائيل عودت الفلسطينيين على عدم احترام أي من تعهداتها ولا التزاماتها القانونية حتى إزاء الوسطاء الذين تدخلوا الجهود المصرية المشكورة والجهود الأممية وبالتالي على الفلسطينيين أن يخذوا أقصى درجات الحضر في هذا المجال وخاصة أن مشهد دولة الاحتلال الآن مشهد مرتبك فالبعض من البعض اليمين المتطرف والاعتبارات أيديلوجية وسياسية هو لم يقبل بالإنجاز الذي تحقق نتائج مسيرات العودة وكسر الحصار هذا الإنجاز الذي سمح بالتخفيف بمعادلة هدوء مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وبالتالي هذا البعض أراد أن يفشل هذا الإنجاز باعتباره أنه إنجاز يقدم لصالح المقاومة أو لحركة حماس ومن جانب آخر هناك أراء مختلفة ومن بينها نتنياه وقيلنت وزير الرئيس الهيئة الأركان الذي يتحكم في هذا المعطيات الذي عقلا السياسة الإسرائيلية مرارا وتكرارا ومنع تصعيد سابق مارست فيها الجهود المصرية والأممية دور في وقف مد التصعيد الإسرائيلي الذي كان يذهب باتجاه عسكرة مسيرات العودة وبالتالي الذهاب إلى مربع الأدوان على قطاع غزة وبالتالي نحن إذا أتباينات في السياسة الخارجية أو في السياسة الداخلية الإسرائيلية سيدفع ثمنها الفلسطينيين كما تعودنا للأسف الشديد من عند إجراء الانتخابات ولكن هذه المرة المعادلة مختلفة وخاصة أن المقاومة تقدم معادلة القصف بالقصف والمنزل بالمنزل وإلى آخرين من هذه المعادلة التي باتت واضحة وبالتالي على إسرائيل أن تقرأ المشهد بأنه إذا مدت مدى العدوان أكثر على المدنيين الفلسطينيين فمدى العدوان أيضا مدى الرد فعل المقاومة وتوسيع دائرة الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل كدولة احتلال سيكون مدى أبعد وبالتالي ربما سنكون إزاء تطورات ما بعد عسقلان وما بعد تل أبيب وهكذا الحال وبالتالي هذا الأمر سيذهب من هيبة الردع الإسرائيلي التي تحاول أن فرضها على إسرائيل أن تدرك تماما على هدفها ثمن اليوم ثمن بالمقاومة الشعبية الموجودة في قطاع غزة ثمن للمقاومة العسكرية التي تقدم صورة مشرفة الآن هو برفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين السكان المدنيين من التزود بكل احتياجاتهم الإنسانية وأن يعيش ذو مستوى من الكرام الإنسانية وبالتالي الجهود بتقديري ربما تفلح في الساعات القريبة أو في الأيام القريبة إلى وقف موجة التصعيد إذا لم يكن هناك تطورات في الميدان لأن تطورات الميدان قد تفتح أفق إما للتصعيد أو إما للتهدي لغاية الآن الأمور على ما يبدو تدخل ضمن نطاق حسابات دقيقة نسميها شفير الهاوية والكل على هذا الشفير لكنه هناك شفير بحكمة سيد عبد العاطي قد لا تدفع الانزلاق هل هناك خشية حقيقية من انزلاق الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك إلى حرب شاملة إلى عدوان بري على قطاع غزة يعني هذه الحماقة التي ارتكبتها حكومة نتنياهو أول أمس والمستمرة حتى هذا اليوم هل ربما ينحو نتنياهو أو يذهب إلى ارتكاب حماقات جديدة ربما تكون أكبر وأخطر من ذلك هناك قرار كان قرارا وطنيا جامعا منذ انطلاقة مسيرات العودة وقرار بالإجماع الوطني بين كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بمنع انزلاق الأوضاع إلى مستوى عدوان إسرائيل على قطاع غزة فالفلسطينيين لا يرغبون بعدوان جديد يعمق من جراح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعيشون أصلا في مستوى كارثة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي وجرائم الاحتلال وبسبب أيضا استمرار حالة الانقسام وفرض عقوبات من السلطة على قطاع غزة تؤدي أو أدت إلى الإضرار بمجمل بنية الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي الفلسطينيين يحسبون ذلك بحسابات الذهب ولكن بالمطلق المقاومة لن تفوت الفرصة للاحتلال على أن يعتدي على الأراضي الفلسطينية وعلى قطاع غزة دون أن يدفع ثمن وهذه المعادلة التي ثبتت معادلة التقارب ما بين أو معادلة التناغم ما بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة باعتبار أن هذه أشكال مشروعة تقرها كل العراف والمواثيق الدولية فالمقاومة حق وواجب على الشعب الواقع تحت الاحتلال وبالتالي لعبت دور كبير في منع انزلاق الأوضاع ومنع التصعيد ومنع إيغالي الاحتلال في الاعتداء على المدنيين أو الاعتداء على قطاع غزة وبالتالي الفرصة عندما جاءت إلى المقاومة الفلسطينية هي كانت بمقدورها أن تفوت هذه الفرصة وأن تظهر بصيغة نصف انتصار أو انتصار في ردها على الوحدة الخاصة التي اقتحمت الأراضي الفلسطينية ولكنها أرادت أن تثبت معادلة بأنه رفع الحصار أو تخفيف الحصار لا يكون بالسماح للاحتلال بعملية المطارد الساخن وبالدخول إلى الأراضي الفلسطينية كيفما يشاء وإنما لابد أن توقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينيين وبالتالي هذه المعادلة تثبيتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية هي معادلة صعبة يدركها الفلسطينيين ولكن لا خيار أمامهم إلا تثبيتها لكسر معادلة كي الوعي وكسر معادلة الردع الإسرائيلي التي يحاول نتنياهو جر الفلسطيني لليها أو وبتقديري ربما هناك حسابات مختلفة العبدور وخاصة أننا إذا اقتراب انتخابات وعين دولة الاحتلال على الشمال الذي تشعر بأنه أكثر تهديدا على أمنها وبالتالي هي تريد أيضا أن تفوت الفرصة على عدوان لكي تمرر ما يسمى بصفقة القرن باتجاه تحييط قطاع غزة من جانب وبالتالي الاستفراد في الضف الغربي وفي القدس اشتركوا في القناة